الحقيقة أنا صبعا في فترات صعبة مرت كانت الموقف حرج جدا ووصلنا إلى مستويات جدا متدنية بالخزين المائي إلا أنه الحمد لله أثناء فترة استيزارك الحالية أي بداية مجيئي للوزارة كان الموقف شديد الحراجة كان الخزين المتاح أقل ما مسجل منذ 1930 لكن دائما أنا أنظر أنه يعني رحمة الله سبحانه وتعالى واسعة فبالتأكيد بدأت الأمطار تتساقط وبدأت احتياجاتنا المائية نتيجة تساقط الأمطار في منطقة الوسط والجنوب وهي المناطق المروية لأن الرأي عندنا في وسط وجنوب العراق بالشمال ما عندنا حاجة كبيرة للرأي محدودة يعني لأن هي منطقة رطبة عموما لكن من الساقطة الأمطار كانت تعطتنا فصة كبيرة لأن تتأمن الإرواء للمحاصيل الشتوية التي هي الحنطة والشعير ومن حسن الحظ أن المياه الأمطار هي أجود أنواع المياه تتساقط من السماء توزع بشكل عادل على كل المساحات صحيح ناتج الغلة كان رائع هذه السنة وهذا ما حدث بعلاً وبدأ الموسم الحصات حالياً هذه أعطتنا فرصة أن نحافظ على الخزين ونبنيه في سدودنا وخزاناتنا يعني بدل أن نطلق الماء لأغراض الري بدنا نخزن الخزين ونمي الخزين بشكل جيد بالوقت الحالي وتغيرت الحالة ونحافظ على خزين جيداً ونحافظ على خزين حالي وتغيرت الحالي